اشتركوا في القناة 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 يعني انت لو انت بتحب المسلم انت خبلك لازم تنكر عليه المعاصي اللي بيعمله. يعني انت لو بتحب عمر دياب عشان هو مسلم بتقول له حرام عليك الاغاني. الاغاني دي حرام. اللبس اللي بتلبسه ده حرام. وتقول الممثلات كده انت زانية انت فاجرة انت عاهرة انت كده بتحبها يعني في الله. تمام؟ بل ينكر عليهم ومرونا بالمعروف وانهونا عن المنكر وتقام عليهم الحدود والتعذيرات يعني لازم تقطع يديهم ورجلهم وتجلدهم والحاجات ده ده نوع من عنوال حب وبرده خلي بالك. حتى يكفوا عن معاصيم ويتوبوا من ساعتهم لكن لا يبغضون بغضا خالصا. تمام؟ طيب. ولا المؤمنين بعضهم بعضا. أول نقطة وجوب ولا المؤمنين بعضهم بعضا. تمام؟ قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وانهونا عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطوعون الله ورسوله. وليك سأرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن تايمية إن المؤمنين طبعا ابن تايمية ده بقى هو الأب الروحي بتاع السلافين والتكفرين والجهدين وكل الأشكال الوسخة بنت دين الكلب دي لأب الروحي ليهم هو اللقيت ابن تايمية ابن الزانيا ده تمام؟ اللي كتبه بتبعه في كل مكان في مصر لكن تيجي تدور على كتاب وهم الإله بتاع ريتشارد داوكنز ما تلاقهوش. تيجي تدور على كتاب مثلا دين الإنسان بتاع فراسة واح ما تلاقهوش. تيجي تدور على كتاب الحلقة المفقودة بين الديان التعددية والتوحيد بتاع دكتور خزع للمجد ما تلاقهوش لكن تلاقهوش لكن تلاقه كتب ابن الوسخة ابن تايمية ده تمام؟ مهم يعني قال ابن تايمية إن المؤمنين أولياء أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار وأعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالا بين المؤمنين وبين أن ذلك من لوازم الإيمان ونهى عن موالاة الكفار وبين أن ذلك منتفن في حق المؤمنين تمام؟ حلو؟ طيب من مظاهر موالاة المؤمنين يعني إيه المظاهر اللي بيبين لك بقى أن أنت بتوالي المؤمنين؟ الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكفرين يعني شوف المسلمين يعني دلوقتي بيهجروا لبلاد الكفار ده من موالاة الكفار؟ أنت كده كفر لست مسلما لأن أنت بتهجر لبلاد الكفار؟ أهو من مظاهر موالاة المؤمنين الهجرة إلى واحد الهجرة إلى بلاد المسلمين أنت عشان تبقى مؤمن إيمانك صحيح تواجر إلى بلاد المسلمين؟ يعني المسلم الألماني اللي دخل الإسلام والفرنسي والهولندي ده يسيب فرنسا وهولندا بلاد الكفار النظيفة الحلوة دي أنت خبلك الحافية جميلة ويجي يعيش في مصر بنت الوسخة المعفنة دي عشان دي بلاد مسلمين تمام؟ واستدل على ذلك بقى بالآية بالآية دي إن الذين توفهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعة مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعون حيلة ولا يهتدون سبيل تمام؟ وقال صلعم من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله يعني بقى بص يا مولان يعني الخمسين مليون مسلم اللي عايشين في أوروبا تمام؟ وملايين المسلمين اللي في أمريكا وفي أستراليا وفي كندا وكده دول الكفار لهو صلعم اهو فارس فرسان الصحراء اهو جربوه الصحراء بيقول لك ايه نبيكم المعظم بيقول لك من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثل يعني انت لو سكنت مع المشرك اللي هو كافر يعني في سكنه أو في بلده تبقى انت ايه فأنت زيه بظلل انت كافر فيعني أنا من مكاني هذا أحدثكم من وراء المخدة تمام؟ أتوجه بنداء لجميع المسلمين في أوروبا وأمريكا ودول آسيا أن يتركوا بلاد الكفار ويعيشوا في بلاد المسلمين ليحققوا دينهم ما هو دينك بقول لك كده عشان إيمانك يكتملش ببلاد الكفار وتعالى بلاد المسلمين وهو الكفار يطبقى انت تعرف الديل ده وين 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 سيتوائشن زي ما بيقول انت كسبت إيمانك بقى تمام؟ ما هي مياه عشوا وسط المسلمين سبت بلاد الكفار الكفار كسبوا استريحوا بقى من خارك ومن قرفك ومن إرهابك ومن الحجاب وكاس الزبالة للنقاب وده أنك اللي عاملة زي الأونف دي وأشكالكم الوسخة وإرهابكو وكل واحد استريح بقى كل واحد نام على الجنب اللي رايحوا ومعال تمام؟ النقطة التانية من مظاهر مولاة المؤمنين مناصرة المسلمين ومعاوانتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في ديناهم ودنيهم وده طبعا تجدوا واضحا أمامك في هذا العصر على مواقع التواصل الاجتماعي أول ما مسلم يعمل أي حاجة أو حد يهجمه عشان دينه تلاقي المسلمين الله هو أكبر وكلهم يكون من تك بقى ويشتموك وسيعلموا الذين كفروا أي من قد وإن الدين عند الله الإسلام ومش عارف إيه والدين اللي فعلها يفني وهجموك على طول النقطة التالت التألم لألمهم والسرور بسرورهم تمام؟ يعني هم تتألموا زي بتعغزة كده إسرية عمالة تدينهم بالسروريخ عمالات موت فيهم ومطلع دين أبوهم أنت تتألم بقى الألمهم هدو أزعلهم بقى كده ومده أربعة النصح لهم وحبة الخير لهم وعدم خجشاهم وخديعتهم النقطة الخمسة احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم النقطة السادسة أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء النقطة الساعة احترام حقوقهم فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهم ولا يخطب على خطبتهم ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات النقطة التمنى الدعاء لهم والاستغفار حل? أنت بتعامل المؤمنين وهم كلهم حزب واحد كل المؤمنين المسلمين كلهم حزب واحد حلف واحد يتسندوا يتعاونوا بالمال وبالسلاح وبالدعاء وتنصحهم ومامي يعني بص قبيلة قبيلة انت فاهم؟ ماضية إرهابية انت فاهم؟ هي كلها متضمنة مع بعض عيلا واحد تمام؟ كلنا في الإجرام عيلا واحد طيب ولاء الكفار والمنفقين أول نقطة تحريم ولاء الكفار والمنفقين قال الشيخ سليمان بن عبدالله قال الشيخ اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافق على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين يعني إيه بقى مع يعني إنت لو أظهرت إنت بس أنساكن في ألمانيا فجي الكريسماس فأنت أظهرت للناس أن أنت سعيد الكريسماس واحتفلت معهم بالكريسماس وقالت لك حد الطرطة على حجوة على حجوة على حجوة ما تديك الروم وممشيت تمام؟ خوفا منهم عشان ما يقولوش عليك بقى يعني إيه عشان إيه ما يطهدكش أو ما يعملكش معاملة سيئة أو كده تمام؟ فأنت كده كافر لبقى بيقولك هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك فكيف إن كان في دار منع واستعدى بهم ودخل فتعاتهم طيب قال الشيخ حمد بن عطيق وده أحد شيخ الوهبية إنما يناكم الله عن الذين قتلكم في الدين وأخراجكم من دياركم دي آية يعني وظهروا على إخراجكم أن تولمهم ويتولم فلوك هم الظلم وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن مولاتهم محرمة منافية للإيمان وذلك أنه قال إنما يناكم الله فجمع بين لفظة إنما المفيدة للحصر وبين النهي الصريح وذكر الخصار السلاسة وضمير حصر هو لفظتهم ثم ذكر الظلم المعرف بأداة تعريف وسؤل الشيخ محمد بن صالح العسيمين عن حكم مولات الكفار فأجاب بقوله مولات الكفار بالمودة والمناصرة واتخاذهم بطانا حرام منهي عنه بنفس القرآن الآية اللي احنا قلناها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أمناهم وخناهم أو عشيرات قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلب من قبله الرسل واموه صدقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يوفكون وقال تعالى يا أيها من من لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء نهي صريح لا تولي أبدا اليهود والنصارى يعني ولا تحبهم ولا تستلطفهم ولا تساعدهم ولا تعملهم كواسا زي ما نشرح كده يا أيها الذين أمانوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعضهم من يتولون منكم يحصلوا يبقى فإنهم منهم يعني أنت لا تلتهم يبقى أنت يهودي ونصران زيهم إن الله لا يهد قوم الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين أمانوا لا تتخذوا بطنة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلوا وأكبر إنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاء فإنها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدأ من النصح بص الوسخة والإرهاب أشيخ الوهابية والدين الكلب يقول لك إيه إن المؤمن لا يثق أبدا يجب عليه أن لا يثق أبدا بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدأ من النصح يعني أنا في مصر هنا مثلا مسيحيين المصريين يعملوني كويس ويظهروا لي المودة وينصحوني ويقولولي يا الشابة يعمل كده وما تعملش كده وبيساعدوني ما صيخش فيهم أبدا عشان هم كفاء وبيستدل بقى بالآيات اللي بتقول إيه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقضوهم واختلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ونصير دي من الآيات الإجرامية قذرة بينك إن القرآن ده كتاب قذر وإن الإسلام دي قذر يعني إيه الآية بتقول لك ودوا لو تكفرون كما كفروا يعني هم الكفار بيتمنوا إن انتوا تكفروا زي ما هم كفروا فتكونون سواء عشان تستورروس يعني تمانتوا زيكم زي بعض فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتولوهم ولا تحبوهم ولا تودوهم ولا تعملون كويس حتى يهاجروا في سبيل الله يعني تركوا مكة ويرجويجوا المدينة فإن تولوا لو رفضوا يعني فاخذوهم واختلوا وإن تولوا بقى المفروض يقول لك إيه لو إداء الله محترم وده دي محترم مش دين إرهابي إجرامي ابن وسخة كان مفروض يقول لك فإن تولوا فتركوهم مثلا وشأنهم لا فإن تولوا فاخذوهم واختلوهم حيث وجدتموهم يعني لو رفضوا اللي تقابلوا منهم تقرر أبتوا في مكانه كده تمام دين إجرام دين إجرام قصر الإسلام ده ويقول سبحانه للنبي ولن ترضى عنك اليهود والنصر ونقبل كده والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في تنفيذ شرعه ولا تأخذه فيه لومة لائم ولا يخاف من أعدائه تمام المهم نقطة تالتة من صور ومظاهر ولاء الكفار والمشركين والمنافقين الصور بقى اللي انت بتظهر ان انت يعني لك ولاء للكفار والمشركين والمنافقين ذكر العلماء مظاهر وصور انشتى من ولاء الكفار والمشركين والمنافقين التي نها سبحانه وتعالى عنها وشدد في ذلك وأخبر أن من تولاهم فوامنهم كذلك حذر النبي صلع عن ذلك في حديث كثيرة وأخبر من احب قوة من حشر بقى المرء مع من يحد كم مرة محمد حسين يعقوب العرص كان يقولك انت بتحب كريستيان ورونالد وميسي هتتحشر معاه يعني انا بحبه عشان هو بلعب كرة كويس مش بحبه عشان هو مسيح لا اتحشر معاه بقى انا كافر كده اتحشر معاه تمام يعني انت مطالب ان انت تكره كل الكفار تكرههم كراية شديدة جدا تمام ولا تحب اي حد فيهم مهما رأيت منه من مودة وحسن خلق وحسن تعامل ومهما احسن اليك لازم تكره كراية شديدة جدا ولما تجيلك اعرى فرصة ان انت تتنكل به وتقتله اقتله تمام واخبر ان من احب قوة من حشر معهم وايه كمال اول حاجة الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفرهم او الشك في كفرهم او تصحيح اي مذهب من مذايبهم الكافرة دي صور ومظاهر ولا الكفار والمشركين والمنفقين المنهي عنها الحاجات دي ما تعملهاش اول حاجة ايه ان انت ترضى بكفر الكافرين يعني ترضى ان المسيح يفضل المسيحي واليهودي يفضل يهودي وعدم تكفرهم يعني انت لو سكدت كده لا لا انت لازم تكفرهم انت فهم عشان كده دايما ايه اه شيوخ المسلمين دا داوما يسارعوا تمام اه لنهر الناس عند ترحمهم عند موت اي انسان غير مسلم يقول لك لا ما ترحمش عليه عشان هو كفر هو مش مسلم تمام انت يجب عليك ان انت ايه تكفره تمام دا انت حتى كمان ايه الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفرهم او الشك في تكفرهم يعني انت ايه او شك في كفرهم يعني انت لو شكيت بس هو مجل يعقوب دا كافر ولا لا اه طب مسي دا كافر ولا لا اه طب مش عارف مين اه طب الفرد نوبل دا كافر ولا لا الشك بس دا كده يخليك كافر تمام قال تعالى اه قد كانت لكم اسوة قد كانت لكم اسوة محسنتهم في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومين ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله واحد يعني انت كمسلم عشان تقتضي يعني بسيدنا ابراهيم اللي هو ابو الانبياء العرص بن الوسخة اللي كان بيأجر مراته الفرعون وابي مالك المعرس كاكلد ابن العرص تمام اه عشان تقتضي بيه فانت مفروض بقى ايه اه تكفر بكل الديانات الاخرى ويبقى بينك اه وبين اه غير المسلمين عداوة وبغضاء تكرههم وتبغضهم ووشك كده يكفرف والشوم ويعني تتمنى لهم الشر والويل والثبور وعظائم الامور وقالبك يبقى ايه نار عليهم كده زي المسلمين دلوقتي الشرطار انتم مسلمين كده جدعات روى سعد بن طارق عن ابيه قال سمعته صلعم يقول من قال لا اله الا الله كفر بما يوعد من دون الله حرمه ماله ودمه وحسابه على الله قال الامام محمد بن عبوهب اللي هو بتاع الوهابية اللي هو يعني محمد برجنتو وصفة الكفر بالطغوت ان تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر اهلها وتعاديهم يعني انت ايه يعني عشان تكفر بالطغوت ما القرآن امرك تكفر بالطغوت ان تعتقد بطلان عبادة غير الله يعني ان اي عبادة غير عبادة الله بطلة كل الاديان دي بطلة انت الحبوب الحلو الصح تمام وتتركها وتبغضها يعني تكره الاديان والعبادات اللي بتاع بطغير الله وتكفر اهلها يعني لازم تكفر اهلها وتقول انهم كفار يعني انت لو تركتها بس يعني انت لو اعتقدت بطلان عبادة غير الله وتركت العبادات الأخرى الأديان الأخرى ده مش كاف لازم تكفر أهل هذه الأديان وتعاديهم تمام وتعاديهم اللي بيقول لك الإسلام دين السلام ده الإسلام ده دين ابن وزخ ده مفروض يتم حظره عالميا مفروض ده مش دين ده حزب إرهابي سياسي تمام فاشيستي تمام بيقول لك وتعاديهم وقال أيضا اعلم أن نواقد الإسلام عشرة نواقد وذكر منها الثالث من لم يكفر المشركين أو يشكي في كفرهم أو صحا مذهبهم الكافر تمام يعني أنت لو ما كفرتش لكفار توبق أنت كافر لو أنت قلت المسيحي ده مش كافر يبقى أنت كافر لو أنت قلت اليهودي ده مش كافر يبقى أنت كافر برده صمتك لن ينفع السكوت هنا مش علامة الرضا السكوت هنا علامة الموافقة لازم أن تعلن صراحة تكفيرك المسيحيين واليهود وأي حد غير مسلم كي تظل مسلم النقطة الثانية اللي هي التولي العام واتخذهم أعوانا وأنصارا وأولياءا أو الدخول في دينهم تمام يعني ما نفعش بقى تخذهم أنصار ليك أو مثلا أنت تتحلف معاهم أو كده يعني ده برده كافرك تمام الإيمان النقطة الثالثة الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحكم إليهم دون كتاب الله يعني أنت تؤمن ببعض ما يؤمنون به يعني أنت تؤمن مثلا بجزء من المسيحية أو ما ذلك أو تتحكم إلى بعض الشرائع تمام نمر أربعة المحبة والمواد الخاص قال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون قلناها آية دي لحنا زهقنا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وقدون من حد الله ورسوله وكانوا أباهم وابن أبن أخوانهم وعشيرته قال الشيخ الإسلام أخبر الله أنك لا تجد مؤمنا يواد المحدين اللي هو رسوله فإن نفس الإيمان ينافي مودته كمان في أحد ضدين الآخر تمام فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبك ذلك دليل على قلبه ليس فيه الإيمان الوالي تمام حل يعني أنت ما نفعش تحبه المرء مع من يحب ومن أحب أحدا حشير معه فإنت ما نفعش تحب الكفار خالص ولا أنت نفع تحب ممثل كافر ولا مطرب كافر ولا لعب كرة كافر ولا مديرك في الشغل الكافر ولا صاحب العمل بتاعك الكافر ولا امرتك الكافرة لازم تكرر كل الناس دي وتبغضهم بغض شديد تمام نمر الخامسة الركون إليهم قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وقال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا قال قرطبي قوله تعالى ولا تركنوا الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضى به قال قتادة معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم يعني ما تبينوهمش أي نوع من أنواع الود ولا تسمعوا كلامهم في أي حاجة حتى لو حاجة فيها مصلحتك وقال ابن جريج لا تميلوا إليهم قال ابن العالية لا ترضوا أعمالهم يعني مهما عملوا من أشياء جيادة وطلعوا الأمر طلعوا المريخ توليسكوب جيمس واب ترفض كل هذه الأعمال حتى لو نافعة ترفضها برضا عشان هما كفاء تمام؟ طيب النقطة السادسة اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لتتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامر من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط قال الشيخ صالح الفوزان ومن مظاهر موالات الكفار اللي استعانى بهم إن انت استعين بيهم فأي شيء والثقة بهم إن انت تفق بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخذهم بطانة ومستشارين يعني السيسي جايب وزراء أقباط مسيحيين فالسيسي كافر الله ما هو جايب ما هو أخذ بطانة اتخذ بطانة من الكفار يبقى كافر صح؟ إن هو حطوهم مستشارين وحطوهم قضاء وحطوهم وزراء تمام؟ فهذه القاعدة الكريمة تشرح دخال الكفار وما كانون نحو المسلمين من بغض وما يدبرونهم ضدهم من مكر واخيانة وما يحبونهم من مدارة المسلمين طبعا المسلمين مرضى نفسين ومعتقلين الناس كلها بتكرههم وفعلا أغلب الناس ما بتحبهم مش بتكرههم لسلكهم السيء لأن المسلمين عدوانيين وبيكرهوا الناس كلها وبيكفروا الناس كلها ويرهابيين وبينشروا دينهم بالإكراه وبالعافية وبالقتل وباستعبدوا المرأة فالناس بطبيعية ما بتحبهمش يعني ما فيش حد طبيعي سوي يعني يحب الإسلام أو المسلمين تمام؟ المهم النقطة السابعة الرضا بأعمالهم أو التشبه بهم أو التزيي بزيهم أن أنت ترضى بأعمالهم أو تتشبه بهم أو التزيي بزيهم يعني أفتكري أنا أيام ما أنا كنت سلفي فأنا جيت اشتغلت بوظيفة في الشركة كنت قاعدتي مانجر فيها أو مدير نظم معلومات فكانت الشركة لها إيه دريس كود إن أنا لازم أجي أفخش لازم أبقى لابس إيه جرفات ربطة عنق يعني تمام؟ فلبستها أنت فهم؟ أكل عشبا أنت فهم؟ وكداني قد كده بس البستها وخلاص فالمهم بقى إيه إصحاب السلافيين ولديني الكلب يمسكوني يستلموني قالوا لي ده تشبه بكفار وإنت بتلبس جرفاتك كده أنت بتشبه بكفار وده حرام وده لا يجوز أنت فهم؟ فأنت لا يجوز لك في الإسلام بناء عقيدة الولاء أنت تشبه بزيكفار يعني تلبس زيهم هما بلبسوا بادلة وجرفاتك هما بتلبسوا بادلة وجرفاتك إن جرفاتك دي من عامات الكفار تلبس الجلابية المعفنة والبنطلون الباكستاني ده اللي هما ده بتاع المسلمين المعفن بن المتناكة والشبشب ده تلاقي أميق قطر ومحمد بن سلمان راجل ملياردير عنده عشرات المليارات من الدولارات ولاب الشبشب بن المتناكة بصباع صباعه طالع منه عمال يعمل كده برضو يموت الكالجو ديلو بيلعب برضو خلي بالك أنت مهما عملت المعفن معفن أنت فهم المعفن معفن الفلوس ما بتغيرش أن أنت معفن تفضل طول عمرك معفن سواء أميق قطر سواء محمد بن سلمان هما الاتنين معفنين كمام بدو جرباني فأنت ما تتشبهش بهم بقى فليبسوا قال أشيخ الإسلام والمولاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب يعني مفروض المولاة والمودة ده عمل بقى من عمل القلوب يعني زي ما بيقول لكن المخالفة في الظاهر أعوان على مقاطعة الكافرين وبينتين يعني أنت لازم يبقى شكلك مختلف عنهم تبقى شحال إذا أنا كنضيف كده وشكلك محترم لا لأ لأ تربريش بقى في وشك وشعره وآمله وخرده وبشكك عمز الأنف وشكك قبيح كده عمل إيه زاتيز الغوريلا أنت فاهم عشان تبقى أنت مميز عن الكفار هم بيتقولوا شبابهم لا أنت تشيلوا بقى خالص أو تسوي وبيكمل برضو شيخ الإسلام بيقول لك ومشاركتهم في الظاهر وإلا تكن زريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من المولاة والمودة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمبينة مع أنها تدعو إلى نوع من المواصل كلام بقى هاري وفي حديث عن صلعم في الصحيحين في البخاري المسلم عن أبي هريرة أبو قطة قال صلعم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم تمام يعني اليهود والنصارى ما بيصبغوش شعرهم فانتوا خالفوهم ويصبغوا وكانوا بيصبغوا بالحن يعني مش كانوا بيصبغوا بصبغة باجن والهيدان شولدر يعني وهم كانوا لابتك مش لقين يأكلوا ومش لقين يحلقوا أصلا عشان يصبغوا شعرهم مو منه أمر بمخالفاتهم في الشكل يعني وقال الشيخ صالح الفوزان ومن مظاهر موالات الكفار التشبب بهم في الملبس والكلام وغيرهم يعني يقول لك إيه إن أنت ما ينفعش وإنت بتتكلم تذكر كلمات إنجليزية وسط كلامك يعني يقول لك إيه يعني أي وي بتاع كده انتفهم ليه ده نوع من أنواع النفاق والكفر ليه لأن أنت كده بتتتكلم بكلام الكفار الفروب من تتكلمش كلام الكفار بتتكلم بلغة زارطان عن فاسان عن خريان أخرى لغة في الدنيا اللي هي اللغة العربية دي تمام قول لك لغة جميلة أخرى اللغة في الدنيا تحس إن انت بتشخي من بوقك مش بتتكلم وانت بتتكلم لغة عربية لأن التشبه بين في الملبس والكلام وغيرهما مما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به يعني أنا راضي زمتك أنا تشبه مثلا بعمر دياب تمام في الشيكتو واناقط رجل عند واحد وستين سنة وشوفوا مع ذلك محافظة على الشيكتو واناقط وبيعمل شعره وبتاعه وبيضرب بوتوكس في وشه وبيعمل له تاتو وبتاع ولبس لبس جميل كده شبابي وبيره الجم وبتاع أتشبه بيه أنا ولا روح أتشبه مثلا بمحمد حسان بقرعيته بكرشه بطيزه انت فاهم ولا محمد حسين يعقوب بالريش اللي طالع له في وشه الهايش اللي قدي كده الشعر تطالع له في وش وهيش كده من المتناكة انت فاهم عامل زي ارد البابون تمام يعني أنا تشبه بمين ما ده شكل بتاع محمد اللي هم عليه ده تمام وده شكل عمر دياب أنا تشبه بمين أنا راضي زمتك هانسان طبيعي سوي بعمر دياب شكل بشكل لذريف ولطيف وكده لنفسك حتى مش لحاجة يعني ولا روح تشبه بالأشكال بنت المتناكة دياباس جلبية بقى بيضعو كرش بقى قدامي قد كده تحيي كلهم بكروش ولاد الوسخ تمام يعني كانوا بيحقدوا عليا جدا اما أنا كنت سلف لان أنا طول عمر رياضي وما بيطلع لاش كرش مافتكرش فقط مرحلة مرحلة مرحة كان لياه كرش ابدا تمام يعني في حالات العادية حتى ممكن انهم متمرنش تلاقي عندي سكس باكس فكانوا بيتدقوا مني الميتابوليزم بتاعي عالي بيحرق بصورة فهم كانوا دائما يدقوا مني يقولوا انهم كلهم بقى عال بقى بكروش قد كتلاقي الواد عنده 223 سنة ابن الوسخة وكرشه قدامه اتنين متر اكيد انه بيأكل عالي صغيرة تمام بيأكل بشر احياء فكانوا قولي عشام انت ما بيطلع لكش كرشه وبتاع قولهم ايه هو كرشه ده من السنة انا كنت قولي الادب وانا سلف برضو خلي بال كنت قولي هو كرشه ده من السنة يعني مفروض رب كرش اتباعنا للسنة لا انت فهم فبيقولك ايه بقى لان التشبه في الشكل وفي الكلام ده يدل ان انت ايه يعني محبة المتشبه اللي هو انت بالمتشبه بيه اللي هو رجل الكافر ولاذا قرأ النبي صالعم تمام من تشبه بقومين فهو منهم يعني من الاخر بص يا بشا انت بقناعنا على عقدة الولاء والبراء دي لن ينجو احد من المسلمين الا السلفيين جزء من السلفيين 90% من المسلمين كفار بقناعنا على عقدة الولاء والبراء دي وده عقدة اهل السنة والجماعة والعقدة السلفيين يعني هو بيقولك ما انت شبه بقومين فهو منهم يعني انت يا بشا لو لبست اللبس بقى بدلة وجرفتها وكده وانت راجل ملتاح ام راتك منقبة ولبسة كيسة الزبالة تمام وبتصلي وبتصوم وقف وقح برضو انت كافر انت فاهم؟ لان انت تشبهت الكفار تمام؟ تشبهت بالكفار هم بيحطوا برفان وبتاع برفيوم وكده لا ما تحطش انت حط المسك اللي رحته بنته واسخة عاملة زيزة الباكم دي تمام؟ اه ما تشبهش بيهم هم بيلبسوا الساعة في ايدي الشمال تلبس ساعة في ايدي اليمين انت تسأل وتقول له يا عم انت بتلبس ساعة في دين ام ايدك لمن ليه؟ يقول لك ان الرسول قال تأمنه هو في وقت دين ام الرسول كان فيه ساعة اصلا المهم فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم واخلاقهم كحلق اللحة يعني حلق اللحة ده تشبه بالكفار انت روحت في سيتين ده يعني انا الشام دلوقتي متشبه بالكفار فضلا عنها ملح الطابق فانا كده كافر عامل دوجلس بتاعه حركات لا انا كده كافر انها بتشبه بيهم ما هم بيعملوا دوجلس الكفار برضا المسلمين بيدربوا ده انهم كده غط ما تبقى هيشة ونيشة كده تبقى عاملة زي ايه زي شعرة الكلب البلدية تمام؟ لكن الكفار بقى تحلى دانك والكلام ده وبقى شكلك نظيف كده لا واطالة الشوارب ما تقولش الشنبك برضا والرطانة بلغاتهم اللي عندها الحاجة يعني انت تتكلم من اقول تلك ماينفعش تتكلم ماينفعش تقول مثلا اي كلمة بالانجلش في النص كده لا ده كفر ده انت كده كفار تمام؟ يعني كده انت في قلبك مرض تمام؟ وفي هيئة اللباس وفي الاكل والشرب كمان ده ما سابلكش حاجة يعني اغلق عليك جميع ابواب الايمان فتح لك جميع ابواب التكفير يعني عشان كده تلاقي السعودين والخلاجة هم طبعا طول عمرهم معفنين وهما لازلوا معفنين وافضلوا الى الابد معفنين وهم كده يعني بيأكلوا بايديهم بلاد الوسخ انت فاهم؟ يعني ايه؟ مش بيأكلوا بايديهم باكلوا بايدي يعني انا بمسك ساندوتش مثلا باكلوا باكلوا بايدي يعني مش باكلوا برجلي مش بامسكوا بالشقة والسكين انا مش من انصروا الشقة والسكين بس في حاجة تتاكل بالايد يعني مثلا ايه؟ ساندوتش انت خب بالك بطاطس بتاعه لكن ما تقولش رز بايدك هم بيأكلوا بقى الرز والمكرونة والطبيق تلاقي ايده دي يا المغرافة بص عم يحط كده حط كده انت فاهم زي القبائل البداية انت فاهم؟ وحطان لك حلق وهم متعودين بقى بيأكلوا في طبق كبير بيتفخروا باغنيهم وفلوسهم من كتير ولاد المتنقى اللي كان بيأكلوا ورق الشجر كان بيأكلوا شخاخهم كان بيأكلوا الميتة كان بيأكلوا العرب اللي هما الجزيرة عربية خلاجة دول كان بيأكلوا جسس الموت المهم يحطوا لك طبق قد كده يا باشا وعليه جمل والتاهم هما قطعوا وياكلوا بيده قبائل البداية انت فاهم؟ قبائل البداية اقلوا له صدفة البترول دا انا عندين ام البترول انا عندين ام اليوم اللي ظهر فيه تمام؟ فالمهم حتى ما تشبهش بيهم في الاكل والشور بتاكل وتشرب زي صلعم معفن ابن المتناك تمام؟ ام السنة النبوية صنة صلعم جربوها الصحراء ابو تيز واسخة ان انت لما تاكل بعد ما تخلص تمص صابعا والله ده حديث صحيح يعني هو كان بيمص صابعا طبعا هو مش لاقي يأكل يا باشا ومقامل ومليانة لابا انت فهم؟ من ضرب العشرات ونيك النسوان انت فهم؟ وهو مقامل وشعرته مقاملة اللي هي الشعر العين عنده وعادي جدا ومش عارب يروح لولاد فليه وبياكل بييده بمص صابع وحاجة بنت متنكة ويجي يقولك الاسام دي النظافة بقى في الاخر انت فهم؟ نظافة ايه ده؟ ده يعني اقزر بني ادم في النظافة الشخصية انا شفته هو محمد يقولك الاسوروبيين احنا اللي عرفناهم الحمام والت اللي عرفت مين؟ الحمام والتويلد ده يا بابا موجود من ايام الرومان انت اصيعة لنا وتقول لي فرنسا كان بيشخه في الشارع وانت كنت بيشخ في ايه؟ في حمام سراميكا كلوباترا ما انت كنت بيشخه في الصحرة محمد كان بيشخه في الصحرة وبيمسح تيزه بتلات حجرات انت فهم؟ بيأكل بيده بممص مكان ايده وهي ايده دي اللي هو بيمسحه وعمالي مصحه بعد ما اكل دي هي اللي كان بيبسح بياطيزه من شوية انت فهم؟ أهير ليس هو عنس ناس بنى المتناكة انت أخبرك هي ايده هي هي نفس اليد هي اللي كان بيبسح بياطيزه من شوية ельзя بيشخه المهم syntть النقطة التامنى ودي فى قلعدة الاهمية برده الاقامة في بلاد الكفار وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين والصفر إل بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس قال الشيخ صالح الفوزان ومن مظاهر اموالات الكفار والاقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجب على المسلم لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على المؤات الكافرين ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إن كان يقدر على الهجرة قالت تعالى إن الذين يتوفهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فولاك مأواهم جهنم وساءة مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فلم يعذروا الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعو إلى الله نشر إسلام في بلاده يعني أنت لا يجوز لك الإقامة في بلاد الكفار وفي حديث عن صلع حديث صحيح يقول المؤمن والكافر لا تلتقي نارهما نار البطلحة قدامك دي في الصحة يعني ما ينفعش يسكونوا جنب بعض يعني ما ينفعش أنت تعيش في دول أوروبا ما ينفعش تعيش في دول أمريكا في أمريكا ولا في كندا ولا في أستراليا ولا في الصين ولا اليمن ولا روسيا يا باش أقول لك الكلام ده ما ينفعش أنت كافر أنت توالي الكفار أيها المسلم الذي تقيم في بلاد الكفار غير المسلمين أنت كافر الإسلام يقول لك أنت كافر بنص القرآن أهو بيقول لك إن الذين توفهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وزعتهم فتهاجروا فيها يعني أنت إلا ما عادك في وسط بلاد الكفار ارجع بلاد المسلمين بعيش وسطها لك وناسك سيب البلاد النظيفة الحلوة الجميلة زي السويد والنرويج والدنمارك تعالى عيش بقى في مصر والسودان وليبيا والمغرب والجزار والدول اللي مش لاقي تاكل أهلا بيأكلوا من الزبالة اللي بيرموا الزبالة في الشارع اللي هي أعفى الدول العالم تعالى عيش فيها بقى ما دي بلاد المسلمين وفي حقيقة أنا قابلت أعمى أنا كنت سالف أنا قابلت أعمى أنا قابلت ناس جاي من سوسرة أنا قابلت معتوه جاي من سوسرة ومعتوه جاي من ألمانيا انت فاهم؟ يعيش في مصر سيب ألمانيا عشان يعيش في مصر عشان قايف على دينه وجاب مراته المنقبة وعياله معاه في ناس بتعمل كده فعلا تمام؟ بيقولك بقى ومن والات الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس والسفر إلى بلاد الكفار محرم يعني أنت حرام أصلا أنت تروح هناك إلا لحاجة راح تتعالج هناك تمام؟ راح تضعج إلى الله تمام؟ لكن غير كده حرام لا يجوز لك إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعليم التخصصات النفع التي لا يمكن أن نحصول عليها إلا بالسفر فيجوز بقدر حاجة وإذا انتهت الحاجة واجب أرجوع إلى بلاد المسلمين أنت تروح تتعلم تقعد إلى 4 سنين ترجع عشان كده السعودية بنت الوسخة بتعمل إيه بقى؟ بتخلي الملحة الثقافية في كل سفارة سعودية وكل كونسولية سعودية هو شيخ عشان إيه؟ بتخافع الطلبة اللي بتبعتهم يدرسوا وهم عددهم كبير يعني في أمريكا وأوروبا أنهم يشوفوا الحضارة الغربية ينباهروا ويتركوا الإسلام القذر فالشيخ دول بفضلوا يلمهم ويجمعهم كل أسبوع كده في صلاة الجمعة ويتأكدوا منهم أنهم لازلوا على ديانة محمد وعلى ديانة الإسلام وعلى نفس الفكر المتخلف الإرهابي ويشترك كذلك لجواز هذا الصفر أن يكون مظهرا لديني تمام معتزا بإسلامي مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دساس الأعداء وما كاية دي وكذلك يجوز الصفر أو يجب اللي بلدهم إذا كان أجل الدعو يعني أنت لازم تكون بقى لما أنت تسافر ما نفعش تسافر بقى تخب دينك لا لا لازم تظهر خراك عشان كده ده يعني المسلمين عندهم فتش أنهم ما يظهروا شعائرهم لازم يظهر لحيته وهي لازم تلبس نقابها معنية تبقى شبه القرد ده بنت الوسخة شكلها خرا وأغلب أصل أغلب نسوان العرب شكلهم وحش تمام فهي بقى يعني وسط الأوروبيات الشقر اللي هم شعروا بأصفر وعنهم بزرق ده هم شابان يعني لو ألعب مالت حتى ببص لها أصل تمام فهي لأ تلبس نقاب وتلبس حجابة شتعرف إن هي مسلمة بقى أو كده تمام وهو بقى ضرب لحيته كده وعرف إن الناس إن هو مسلم ويبقى معتز بإسلامه أنا بتتبع محمد جربوع الصحراء أنا مسلم أنا فخور أنا بقى شابول البعير وبنكح الصغير وبرضع من كبير تمام المهم هذا وهناك مظهر عديدة لموالاته الكفار وفيما يلي بعضوها باختصار مدهناتهم ومداراتهم يعني مفعش تدهنهم ومتخدوا مع عد علهم ومتسيسهم ممكن مفعش تعطم فيما يقولون وفيما يشيرون به يعني أنا لها حد من الكفار أشار عليك بحاجة حتى لو صح ما تعملهاش إن هو كفر تقريبهم في المجلس والدخول بهم على أمراء الإسلام يعني زي الملك سلمان وابن محمد بن سلمان وكل أمراء السعودية ده الكفار ليه لأن هم استقبلوا ترامب وأحسن استقبال واقعدوا في أفخم مجلس وفي صدر المجلس كده واقعدوا واقعدوا بنته المزة الحتة الجامدة إفانكا بموت فيك إفانكا تمام واقعدوا واقعدوا وغذروا معاها وبتاعه وهم كفاء ده لا يصح ده هذا ينقض من نواقض الإيمان يعني ملك سلمان ومحمد بن سلمان كفاء بناء على زي العقيدة مجلساتهم ومزاوراتهم والدخول عليهم يعني مفعش تزورهم مفعش تزور روح الكافر دين ابن وزخة أسود يعني النزية بالنسبة للدين ده ولا حاجة كره وكراهية وعنصرية وحاجة يعني فيش بنا أدم سوي يقبل هذا الكلام اللي يقبل هذا الكلام لا يستحق الحياة مفروض يتعدم يعني اللي يعتقد هذه المعتقدات مفروض يتعدم ده حرام أنه يعيش أصل مجلساتهم ومزاوراتهم والدخول عليهم ما ينفعش تجالس ومطبع معهم في مجالس ولا تزورهم ولا تخش عليهم البشاشة لهم وطلقة الوجه ما ينفعش يتبقى وجهك بشوش في وجه الكفار أبدا اوعى لازم أنت تقبل الكفار تروح قلب وشك كده عشان كده ده ما نشوخ تليهم إيه قلبين وشهم كده عمني وشهم كده ولا دي المتناج تمام ويبقى وجهك طريقة لا تفعش تسم في وجه ولازم ككفر وما أنت يعني أعز أفهم حاجة بس أنت لما تبقى وجهك يعني مكفهر في وجه ومكشر في وجه هتدعو لي الإسلام إزاي بالعقل عشان تعرفوا أن أنتوا شواب بهاي مشواط حمير هتدعو لي الإسلام إزاي إيه اللي خليه يهتم بدين الناس بتقابلوا فيه وهي عاملة وشها كده إنت فهم يعني إيه اللي خليه يهتم بدين على الأقل المسيحي بيعملك كويس إنت ممكن معاملته كويسة لك دي يعني تجرخ المسيحي لكن وبتسم في وشك وبتاع يقول لك ياسوع معك والرب يعديك ويحبك وبيمص في زبك والحاجات دي كمام لكن يعني إنت مكفهر في وجه الناس ومكشف ويكرهوك طبعا إنت فهم هيكرهوك وعمره ما يفكروا خش الإسلام النقطة اللي بعديها الإكرام العام يعني مجملا كده ما تكرمهمش ولا تكرمهم في المعاملة ولا تكرمهم مثلا لو بيبع لهم حاجة ما تكرمهمش ما تعملهمش ديسكاونت ولا تخفيض إنت فهم يعني ما تعملهمش باحترام كده النقطة اللي بعديها استئمانهم وقد خوانهم الله إياك إياك إن أنت تستأمن الكافر يعني لا تستأمن إنسان كافر أبدا إنت فهم دي إيه الحياة دي ده بتخلي الإنسان عنده برانوية طب واحد ما عمل لكش حاجة وبيعمل كويس وأمين إذا ما تستأمنوش إنت فهم يعني هي الأمانة بس في المسلمين ده المسلمين 3-4 محرامية أنا بتعاملي مع الناس 90% من الصناعية في مصر اللي هم ملتحين أو متدينين أو في دماغ دي إن أم وزبيب الصلاة ده حرامي ابن ومسخة هيعكي لك الشغل وهياخد فلوس أكتر من اللي مطلوب إنت فهم وهيسيبك ويمشي في إزاي يعني يقول لك ما تستأمنش الكافر لا يجوز لك استئمان في الولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء لا يجوز لك الاستئمان الكافر لأن الله قد خوانه هو أخان الله ورسوله يبقى أنت ما تستأمنوش يبقى أنت ما تستأمنش الكافر ما تستأمنش أنا البنك عشان هو كافر بنك أجنبي يبقى كافر ما تستأمنش الدكتور اللي بعالجني عشان هو كافر صح؟ ها الراجل اللي بعالجني كتا خيره ما تستأمنوش عشان هو كافر ها دي عقيدة بتاعك يقول لك إسلام ديني السلام نقطة اللي بعديها ذكرهم بما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادة أو حكماء يعني ما ينفعش أن أنت تعظم أي شخص كافر أبدا ما ينفعش أنت تقول مثلا المفكر فاليسوف فريدرش نيتش تمام؟ لا خالص نيتش ده قوة تعظمه قوة تعظم مثلا أنشتاين تقول عبقاري العلماء لا 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 خالص ما اسمح لكش لكن الجربيع الأوساخ الأقذار الذين لا يستحقون الحياة من شيوخ المسلمين زي محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومحمود المصري والفوزان وكلاب شيوخ الإسلام دول هما لا يستحقوا التعظيم تقول فضيلة الشيخ العلامة تمام؟ الإرهاب القذر شيخ الأزهر أحمد الشرير والله أحمد الطيب ده تقول فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعظمه وهو ابن متناكة مع دكتور أفل فاسي والزارط حكم الفاسي والزارط تمام؟ لكن دكتور مجد يعقوب انت فاهم اللي هو أشهر جراح قلب في العالم اللي ملكة إنجلترا تددته لقب سير لا ما عظموش خالص أقول مجد يعقوب ده كواس إن أنا ما بقولش مجد يعقوب الكافر كمان ده هو صح أقول مجد يعقوب الكافر النصراني زي ما بيقول النقطة اللي بعديها يعانتهم ومناصراتهم على المسلمين ومتحهم والذب عنهم وهذا من وقد الإسلام وأسباب الردة ما ينفعش تعين مسلم على كافر على مسلم لا يجوز لك أن تعين كافر على مسلم أبدا عشان كده شيخ السعودية عشان تعرف إنهم شيخ أجزار في دولة قذرة في مملكة قذرة يحكمها أجزار برضو كلهم بدوى أو ساخ مع بعض أنا أتمنى فعلا جزيرة العربية دي هو عليك قم بلها إنه وتمسح أو قم بلها هيدروجينية وتمسح بصراحة يعني أنت فاهمت كان ساعة غزو يصدام لكويت وقع حكام السعودية في مأذق الملك فهد كان الملا يعلم منكم كان راجل سكر يعني بحب الخمرة وسكر بشاب خمرة على طول فالمهم هو طبعا الجيش السعودي ده جيش بتاع كابسة يعني ده ما معرفش يحارف آخر الشارع اللي ورانا مش يحارف جيش صدام فهجيبه الجيش الأمريكاني فطبعا الشيخ ابن باس ده رحوا قالوا له وقفتي إن إحنا يجوز الاستعانة بالكفار انت فاهم هو هنا لا يجوز الأصل لا يجوز الاستعانة بالكفار أبدا ضد المسلمين هنا ابن باس بقى بلع كلامه قال لك يا جوز الاستعانة بالكفار تمام طبع عشان يخرج نفسه من الموقف راح مكفر صدامه مكفر عرين قال لك العرين ده الكفار وصدام ده بعسي وكافر تمام وكفره يا باشا وده الكفار فإحنا كده بنستعيم كفار على كفار انت فهمت لكن لا جوز الاستعانة بالكفار على المسلمين طبعا طول التاريخ المسلمين ما بيعملوش بالكلام ده وتلاقي العثمانيين يستعينوا بالانجليز على المصريين وعشان يحتلوا مصر عشان مصر رفضت الحكم العثماني يمسعد زغلول عملت صورة تمام اللي هي صورة أوروبية وعلى هذا المنوع اللي يعني بيبلعوا كلامهم انت قبلك النقطة اللي بعديها التاريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن تقوصهم وعيادهم كالتاريخ الميلادي يعني لا يجوز لك استخدام التاريخ الميلادي والغاية دلوقتي مملكة الظلام مملكة السعودية أو السعوطية تمام السعود انت خبالك لا تزال تستخدم التقويم الهجري بتاع البدو بتاع محمد تقويم القمر تمام اللي هو مش عالف يقولك إحنا سنة 1399 هجري لكن لا يجوز لك استخدام التاريخ الميلادي ولي كي تعلم معلومة لك يعني عشان تعرفها كده الخسارة السنوية التي تترطب على استخدام التاريخ الهجري مكاني التاريخ الميلادي في المملكة عرباء السعودية تتجاوز الاتنين مليار دولار يعني هم بيخساروك كل سنة اتنين مليار دولار عشان فروق التواريخ دي بس عشان المعاملات البنكية وبيعه شير بيتروليو بتاع انت فهم بس عشان اختلاف التاريخ ده بيخساروه سنوية اتنين مليار دولار فانت لو استخدمت التاريخ الميلادي ده هذا من المولاء الكفار وفي عقيدة الولاء والبراء انت هكذا تولي الكفار وبتالي تشبه بهم وبهانت كفر النقطة الاخيرة هي الاستغفار لهم والترحم عليهم طبعا النقطة دي كلنا عارفينها لما حد بيموت ويعني نوع من الانسانية تلاقي الناس بتطرحم مع لي محدش مستني الرحمة بتاعت الهكو ولا دينكو ينعل دين ابوكو على دين ابو دينكو ده واللهكو ورسلكو المريد النفسي بن الوسخة تمام محدش مستني منكو حاجة يعني ولا معتقد في رحمة الهك ده كان رحم كونتو لأبو لهو كان اله رحيم كان رحم كونتو وما انتوا عايشين بقاساء بتاكنوا من الزبالة طالع دين ابوكو كان رحم كون لكن هي نوع من الانواع الانسانية واللباقة انت فهم وطبعا هذا غير متناسب مع الاسلام الاسلام يعتمد على الصفاقة والبجاحة والوقاحة وقلة الأدب تمام وما بيجوش غير بالاسلوب بتاع ده بالجزمة على مغهم انت فهم فتلاقيهم مثلا صرح جايزي ماتت تمام فالناس بتطرحم عليها انواع من انواع اللي يقوي الادب وهي انسانة في الأول في الآخر لا يجوز اتراحهم عالكفار طب مش عارف مين مات لا يجوز اتراحهم عالكفار مش عارف ويادي القنيب الشرموت الارهابي الداعشي تمام المقيم في الأردن اللي لو ملك في الأردن ده عنده زرة رجولة وزرة احترام لنفسه ولشعبه كان اعتقله تمام لكن ملك الأردن ده برضه هو انسان قذر ارهابي حفيد محمد كلب الصحراء فمستني منه ايه يعني تمام سايبوا كده طليق يقول لك ايه مساميهم ايه ترحم الحناين مش مطلوب في الإسلام ان انت تبقى حناين مفروض تبقى بني دين كلب انت في الإسلام مفروض تبقى كائن يديدين كلب حيوان بتكره الناس كلها وبتكره الحياة وبتكره كل البشر زي ما السيسي قال لهم كده انتو عايزين تموتون الناس كلها تعيش انتو هم دول المسلمين يا دي عقدة الإسلام فلا يجوز لك بقى تستغفر ولا تترحم على حد لان محمد حتى ربنا نهي انه يترحم على أمه قال له ما ترحم عليها في النار تمام وفي آية في القرآن ما كان المؤمنين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا قولوا قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدائية فلما تبين له انه عدون الله تبرأ منه انا اتحدى شيخ اصلا سلفي بحفظ القرآن زي تمام فهو القرآن نفسه بينهك على الاستغفار للمشركين والكفار ولا ترحم عليهم ولا تبدي معهم اي تعاطف هم يعني الكافر في الاسلام غير المؤمن بالاسلام لا قيمة ولا كرامة وانسانية له هو اقل من الحيوان حتى لما كانوا بيقتلوا الكفار في الحروب كان بيرموهم في البير ما بتفنوهم بيرموهم في مزبالة كده بيرمو جسسهم في مزبالة كده تمام ولا جزء لك ان انت تترحم على احد الكفار ده انت مفروض تلعانه وتذكر ما سواء وكده تمام في النهاية يعني انا بقى انت عقيدة الولاء والبراء هذه وبقى انت خطورتها وده ان هي عقيدة ارهابية اجرامية معادية للانسانية وان هي جزء لا يتجزأ من عقيدة الاسلامية الاهل ما يسمى باهل السنة والجماعة او المسلمين السنة اللي بيشكلوا ما يقرب من مليار بني ادم او اكتر من مليار من السنة البقى الشيعة تمام وبقى انت اجرامية وحقارة وخزارة هذه العقيدة فانا اسألك ايها المسلم يعني انت لو مسلم بتسمعني انا بخاطب الانسان اللي فيك ان انت في الاول في الاخر انسان مهما ملأك الاسلام شرا لا يزال في جزء بسيط داخلك كده بيحدثك شوته خافت وضوء باهت كده هو انسان هل هذا كلام يصدر عن عقل هل هذا دين هل هكذا تكون الحياة هل هكذا يكون التعايش بين البشر كيف للبشر ان يعيشون بهذه العقيدة الارهابية الاجرامية اليست هذه العقيدة الارهابية الاجرامية سبب الحروب والحروب الاهلية والمجازر والإبادة الجماعية هل انت تشعر بالراحة النفسية انت جواك قلبك بيسترح نفسين كده وبيستكيد لما تفعل هذه الافعال وتتبع هذا السلوك وتعتقد هذه العقيدة استحالة انا لما كنت سلفي وكنت اشد منك ايمانا الاف المرات انا كنت يعني عندي ايمان ولا كل شوخ السلفية مجتمعين كنت مؤمن ايمان جازم وكنت صوام وقوام وبر والدي وصوم يوم ويوم وقيم الليل وحفظ القرآن يعني مقفل الجيم في الوحش لكن كنت من جوايا يعني بتدايق من هذه العقائد لان انا بطبع انسان طيب ما بكرهش حد ولغت هذا وقت هذا انا لا اكره احد ولا اكره المسلمين اكره المسلمين ليه تمام انا عايزهم يتغير الافضل لانهم بيدروا انفسهم وبيضروا البشر وبيضروا البشرية وبيؤذوا البشرية هم هم كائنات مؤذية انتم ايوها المسلمون كائنات شريرة الاسلام جعلكم كائنات شريرة لا يرى العالم منكم الا الشر والكراهية والحقد والبغض والعداوة وتيكوا بعد كده تقول العالم بيكرهنا وبيتأمر علينا ده العالم لازم يسعف انه يبتكم ومش يتأمر عليكم لانكم شرع البشرية انتم اشر البشرية انتم اشر من على وجه الارض في هذا الوقت هم انتم لا يوجد من يفعل ما يتفعلون ولا يعتقد ما تعتقدون فانت شايف ان انت مسترح نفسيا كده نفستك يعني صافية كده بالعقيدة دي ولا قلبك مليان نار وحقد عمرك ما تسترح نفسيا ولا هتشوف الراحة سيبك من اللي بيقول الدجالين الكلاب زي عبدالله رشد وغيره والملحدين بيانت سيبك من الكلام ده انت لن ترتاح الا عندما تترك هذا الدين انت لن ترتاح نفسيا وتنام نوم الاطفال كده بالليل ونفسك راضية وقلبك صافي وتغمض عينك كده الا لما تترك هذا الدين الارهاب الاجرامي وعقائده الارهابية الاجرامية تتركه بقى لحد تتركه المسيحية تبقى مسلم زي ما انت مسلم علماني ولا تؤمن بهذا الهراء ماشي لكن طول ما انت مؤمن بهذه العقائد ستظل انسان العالم والعالم يكراك وحياتك تبقى جحيم حياتك تبقى جحيم بس دي الفكرة وده الموضوع وده اللي انا حبيت اقوله وتمنى تكون الفكرة وصدت لكم وتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واذكركم مرة اخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات وهذا امر في غاية الاهمية وشاركة الفيديوهات على مواقع التوصل الاجتماعي ولا تكونوا جبناء يعني الملحدين اغلبهم جبناء يقولك انا بخاف اتخاف من ايه يا عم اظهر اقول انا ملحد عاد ايه عاملك ما حدش يا موتك تمام انا ملحد اجماعة انا مش مقتنع بدينكم انا مش مقتنع بالعقاد دي مش كل واحد مش تستخب زي الفران كده اقول لابوك وامك انا مش مقتنع بالعقاد دي انا مش مؤمن بدا خليك راجل كده وخلي عندك قوة كده نفسية انا مش مؤمن بالعقاد دي انا مش مؤمن بدا انا مؤمن بالندخ ورافات وانا حر ما حدش لحاجة عندي وتشاير فيديوهات وتقول اه انا بعتقد ذلك هنفضل طول عمرنا مستخبين زي الصراصيل كده ولا مش هنسترجل بقى ولا حد يقدر موتك ولا يعمل لك حاجة يعامل لحد موتك حتى هو الموت ده قدر انت متعرفش انت موت امتى حتى وانت ملحد متعرفش انت موت امتى انت فاهم وخوفك الخوف ده هو اللي بيخلي حياة الانسان جحيم ما تخافش من حاجة ما تخافش من شيء خلي قلبك ميت كده وقلبك جامد انت راجل ملحد يعني ضرب نر على ربنا نفسه وده مش مقتنع به عشان 1 2 3 4 اللي عنده رد على 1 2 3 4 اهلا بيه اللي ما عندهش رد لحط لسان البق وانا لان اقبل ان حد يدخل في قرية الشخصية بس ده الموقف خليك حد وقاو كده مع الناس ما تديش فرصة للمسلمين حتى لو كانوا ابوك وامك انهم يفرضوا عليك اعتقاد او نظام حياة ابدا تبقى انت كده خسران بس الى اللقاء في الفيديوهات اخر